لم تكن الميليشيات الولائية تتوقع أن تأتيها هذه الضربة وهي التي اعتادت أن تسرح وتمرح في فضاء الإعلام بمختلف أشكاله لا سيما على تطبيق تيليجرام الروسي المنشأ والذي يعج بقنوات تلك الميليشيات حكومة السودان بردت قرارها بإغلاق تيليجرام بوجود اختراق على هذه المنصة لكن الحقيقة تخفي وراءها ضغوطا أمريكية تحاول إيقاف تدفق الترويج الذي تستخدمه هذه الميليشيات عبر التطبيق لا سيما تلك التي تمثل ابتزازا وتهديدا للمصالح الأمريكية وتظهر دون مواربة اصطفافها مع الرؤية الإيرانية في التعاطي مع قضايا العراق والمنطقة لم تجد الميليشيات بدا من تصعيد لهجتها إزاء القرار الجديد من بينها البيان الذي أطلقته ميليشيا أصحاب الكهف والتي تمثل وحدى واجهات ميليشيا العصائب وكتائب حزب الله متوعدة بما سمتها تعبئة شعبية عبر سلسلة من التظاهرات ضد حكومة السودان ووزارة الاتصالات وذرا للرماد بالعيون شملت أيضا استفارة الأمريكية ببغداد في نفس السياق هددت ميليشيا سيد الشهداء التي يتزعمها أبو ألاء الولائي حكومة السودان بإيقاف دعمها وإعلان معارضتها لكل أنشطتها إذا لم تتراجع عن قرارها بإيقاف تطبيق تيليجرام والذي تحول إلى مرتع خصب لهذه الميليشيات وساحة صراع أخرى على النفوذ بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري العديد من الحسابات الولائية تدار من أفراد وجماعات تحت إشراف فرقة إلكترونية خاصة اسمها الوحدة عشرة آلاف تشرف عليها ميليشيا حزب الله اللبنانية ضمن حزمة من الحسابات والمواقع التي يديرها الحرس الثوري الإيراني وقد كان آخر عمليات الوحدة المذكورة هو اختراق موقع هيئة الإعلام والاتصالات الحكومية في ردها على إغلاق تيليجرام لا تدخل الميليشيات في العراق جهدا لتكريس سطوتها على البلاد دولة داخل دولة أسستها ورعتها إيران لتكون قوة موازية للحكومة التي تسير هي الأخرى بنفس الاتجاه وإن كانت تضطر أحيال الارضوخ إلى الضغوط أو التماشي مع القوانين والأعراف فإن البدائل موجودة عبر قائمة طويلة من الميليشيات التي يصعب حصرها لأنها تبدل جلدها كل حين بحسب ما تقتضيه مصالحها ومصالح الرعاة